دول كتيرة بنسمع ان هي عندها مشاكل كتير جدا في السلع الغذائية بيتكلموا عن ترشيد الاستهلاك بيتكلموا عن ترشيد استهلاك الطاقة كنا اول مرة نسمع مثلا امبارح ان سويسرا قالت للناس استحموا كلكم مع بعض كلام كتير جدا ما كناش يعني سويسرا بتتكلم في كده واحنا بنتكلم على غلاء الاسعار وبنتكلم زي ما تكون الازمة عندنا احنا بس لا هي ازمة عالمية ولكن بالرغم من كل ده محدش فينا دور على سلعة مثلا غذائية وملئناهاش او حسينا ان احنا عندنا نقص في موارد معينة ازاي مصر قدرت تعمل ده ولسه قدرة تعمل ده في ظل ازمة عالمية العالم كله بيعاني منها طبعا ويمكن احنا بدأنا الاصلاح الاقتصادي وبدأنا نحس ان بلدنا بتتطور ولكن حصل لنا مشاكل مش من عندنا زي جائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية موضوع مهم جدا هنتكلم فيه مع ضفنا اللي منورنا الاستاذ الدكتور حسين مصلحي وكيل كلية التجارة للدراسات العليا جامعة كفر الشيخ اهلا بك معنا ومنورنا اهلا يا فنم اهلا بحضرتك دكتور حسين يعني تعلم بص شوية كده في اخر عشر سنين الفترة اللي فاتد العالم كله كان متغير من حتتين من ناحية الامن والامان يعني لو بصيت على الخريطة كانت دنيا ملتهبة حوالينا لكن بفضل الله بقراراتنا ووحدتنا مع بعض احنا المصريين بنعمل البدع بصراحة قدر ان احنا تخطى الفترة دي ونحافظ على بلدنا ونستقر دلوقتي العالم كله حوالينا برضو مولع بس اقتصاديا والاسعار طايرة فوق وفيه سلع مش موجودة اصلا ويمكن ميادا قالت في الانترو ان في بلاد ما كناش نتخل بلاد يعني بتاكل شوكولاتة دلوقتي بتحافظ على قطرة المية احنا دلوقتي بفضل الله برضو متكاتفين ووقفين وبنساعد بعض وعملين خطة استراتيجية احنا نحافظ على اقتصادنا بشكل كبير زي ما قالت ميادا برضو احنا ما عندناش حاجة نقصر الحمد لله وعندنا السلع الاستراتيجية لمدة 3 او 6 شهر متوفرة لكن الوضع العام بشكل عام كده انا عايز اعرف وجهة نظر حضرتك في الوضع الاقتصادي العالمي واحنا عاملين ايه والله انا حقيقة قلت كلمة جميلة في وسط الكلام قلت احنا حطين خطة استراتيجية ودي ما عليش انا عايز احط تحتها كده 20 خط هو الخطة الاستراتيجية دي المهمة جدا ايه انت دايما بتتنبأ بان الدنيا راح على فين وبناء عليه بتشوف ايه بتشوف ازاي تقدر توظف الموارد بتاعتك علشان تدير حاجة بنسميها ايه احنا عندنا ده ادارة الازمات ازاي انت عندك ازم طيب هل الازمة اللي موجودة دي ازمة سبب داخلي ولا سبب خارجي ما ده السؤال هل البيئة الداخلية هي اللي بسببها ولا البيئة الخارجية لو عرفنا السبب هنبدأ نعمل ايه نحلزي الازم نعالج بقى زي ما حالك قلت في المقدم البداية الاساسية بتاعتنا من اين البداية الاساسية من ان فيه ازمة علامية طيب احنا النهاردة لابد ان احنا نضع التقطير الاستراتيجي علشان نعالج هذه الازمة اللي موجودة يمكن سمعنا سيادة الرئيس وهو بيقول في الفترة الاخيرة مهم جدا ان احنا نعمل منتدى اقتصادي طب ليه ليه الوعي يعني هنا فيه وعي ان فيه ازمة واحنا حسينا بهذه الازمة وازاي نقدر نفكر فالحمد لله احنا عندنا القيادة الرشيدة يعني ايه القيادة الرشيدة القيادة اللي دايما بتسمع للاخر في حوار وطني انا بسمع وبعدين استوعب وبعدين ابدأ ادور على الحلول وده اللي بنسميه حضرتك في العمل الاداري بتاعنا او في اندارة الاعمال بالعمل المؤسسي اعطيتك معلش انا اقول حاجة مهمة جدا التميز ليه المنظمات متميزة وليه دولة تعرف تعدي ودولة لسه وقفة اللي بيعرف يعدي لانه متميز طب اساس التميز ايه العمل المؤسسي يعني ايه عمل مؤسسي يعني ان انا اسمع للاخر حتى لو كان هذا الاخر رأيه متعارض معايا ويبدأ فيه حوار وابدأ اخد النقط لان احنا اساسا زي ما رئيس قال وده مهمة جدا احنا مش بنقف جنب شخصية معينة ولكن احنا بنقف جنب البلد حضرتك بتقف جنب البلد لان دي بلدنا اذا طلعنا هنطلع بيها كلنا وعجبني جدا نفتح بقى الحوار والحوار بقى مين اللي يبدأ يتكلم او يحصل في المنتدى دوت اللي هم زي ما يقول الناس اللي هم عندهم فكر سواء بقى اساسة الجامعة سواء المثقفين سواء الناس اللي عندهم خبرة كرجال الاقتصاد اللي هم فتحين مصانع وكده عندهم مشاكل جميل جدا تعالوا كلنا نقعد على مائدة واحدة ونتخور ونتكلم صحيح ماليش انا عايز اقول حاجة مهمة جدا اليابان كنت عايزين كلنا اليابان وتذكرني قصة يعني مرتبطة بالمؤتمر اللي الرئيس عايز يعماله ايه هي القصة ديت قصة الجودة اليابان ارتبطت بالجودة ايه ففي واحد بيسموه ابو الجودة ده اسمه ادوار ديمينج ادوار ديمينج اساسا امريكي وعمل بيبر فيها 11 مبدأ وعرضها في اكتر مكان في امريكا ما حد يسمعه ده دي معايير للجودة يعني اه هي معايير الجودة التوتال كواليتي منجمينت اللي بنسميها 11 مبدأ ايه فنزل اليابان وفي مؤتمر اقتصادي ايه عرض 11 مبدأ فمين كان قاعد كان قاعد رئيس الغرفة التجارية ايه فاعجب بهذا الكلام فبدأ يتحاور وياخد ال 11 مبدأ ويعمل جايزة سماها جايزة ديمينج للجودة ايه وبدأ يقول للمصانع والشركات بتاعته اللي هيمشي على ال 11 مبدأ ده ويطبقهم بص خد الحلول الحل منين من مؤتمر ايه وهذا الشخص ما كانش موجود جوا جاي من امريكا وبدأ يعمل جايزة ال 11 مبدأ بتقول الجودة اللي معروفون جدا من الناس بتوحضرها في هموم وبدأ يطبق هذه الجودة وبدأنا النهاردة نسمع اليابان وبدأنا نتكلم ايه كوكب اليابان كوكب اليابان من المبادئ دي يقولك ايه الجودة اولا الجودة اولا ثم ربح بعد كده صحيح ما تدوروش على الايه على الربح الربح جاي جاي لازم برضو من دي من الحاجات اللي كانت بيقولها مثلا لازم مسندة الادارة للجودة يعني الادارة لازم تبتق تقبل بوش للجودة جاي وتوقف الجودة مسؤولية الجميع حتى العامل اللي موجود فبدأ يظهر مدموع من المبادئ انك انت تأمن تأمن الموظف من العقاب لما يقول رأيه قول رأيك انا هسمعك يعني انا مش فاكلة الربح تاشر بس دول من دوم نهب التدريب التدريب على ايه من ايه من الجودة نفسها فالنقطة اللي احنا سمعناها ممكن شانا من اقتمر اخير رايش بيقول حاجة مهمة جدا نقول يا جماعة احنا عايزين نعمل مؤتمر ونجمع الاراء كلها ونستوع بهذه الاراء الحلول جوانا اي وده علم الاقتصاد اي هادي مستعد تقول لك ايه البحث على الموارد اللي ايه الموارد اللي عندك ازاي تستغلها استغلها الأمس الأمس شوف امكانياتك وقدراتك فتجيني مؤتمر يمكن من اكتر الحاجات اللي احنا لمسينها دلوقتي هو الحوار اللي حضرتك بتقول عليه ان القيادة بتسمع وعندها ساعة صدر ان هي تستمع لقراء وعقول جديدة وفي حماس شديد جدا لكل صنع الأفكار الجديدة حتى ولو من الشباب وده اللي مخلي احساسنا احنا وبينعكس علينا احنا في المجتمع بشكل مختلف لدرجة ان احنا يعني كنا لو احنا زمان في التوقيت ده وفي الازمة الموجودة عالميا اكيد الصدق بتاعها كان هيبقى مختلف تماما الاستعدادات زي ما حاتم بيقول والخطة الاستراتيجية الموضوعة حتى ما حسناش ان هي اجلت من اي خطة مستقبلية التنمية المستدامة مصر عشرين تلاتين مش حاسين ان فيه توقف او فيه تأخير بل بالعكس احنا كل المشروعات اللي تقال ان هي هتتنفز اتنفزت بالفعل ناس كتيرة جدا يعني بيبقى عندها يعني عايزة تعرف عندها شغف ازاي احنا قدرين نعمل المعادلة نعم عارفة جيتي على نقاط من النقاط المهمة جدا اللي هي صح ولا ماشيين خطأ دايما سبحان الله الانسان بيبقى فيه نقاط نقاط من الاستعجال انا عايزة احس بالنتيجة لكن ايه الشيء الوحيد اللي احنا بابنشوفوش في اي مبنى في الدنيا الاساس حيث لو بتبني امارة هذه الامارة مثلا اربعين خمسين دور هنقعد فترة كبيرة جدا قاعدين في ان تحت الارض انت مش شايف ولا ساكن ولا شايف هيكل بس لازم تدي الفرصة ان تبني صح طب لو احنا ما عملناش وحسسنا الناس بالدور الاول والتاني والربع بسرعة وما عملناش الاساس هتنهر سريعة اللي بيحصل هتقع الامارة كلها فالقيادة عندنا الحمد لله القيادة وعية بتنظر لنقطة مهمة جدا ان ازاي تبني الاساسيات الاساسيات عندنا اللي بنسميها البنية الاساسيات النهاردة لما انا اعمل منطقة اقتصادية في قناة السويس وهذه المنطقة بفكر لعشرين سنة ازاي تبدأ تجيب عائد طبعا انا لازم اعود فترة وهذه الفترة اللي انا هعودها محتاج ابجي فيها ان انا ابجي وابدأ اعمل وادفع فيها من الحاجات الجميلة عندنا في البحث العلمي ان في على جماعة نصر كلها حاطين شرطه مهم جدا ان اي باحث بيعمل بحث لابد ان البحث بتاعه يكون مرتبط بمحور من محاور التنمية اللي هو محمر من محاور الخطة الاستراتيجية بتاعتنا ورؤية مصر عشرين تلاتين عشان نستفيد منه في النهاية اللي هو البعد الاجتماعي والبعد الاقتصادي والبعد الايه البيئي البيئي لازم تحافظ على التلاتة بس احنا عندها بقى المشكلة ايه المشكلة؟ ان معظم هذه الابحاث بتتعامل والطالب بياخد ماجستير او دكتوراه بيها طيب البحث ده بيروح فيه بتتحط في الرف او في المكتبة مين اللي بيشوفوه مين اللي بيشوفوه اللي بيدور على معلومة عشان يعمل بحث ازاي مهم قوي ان هذا الانتاج العلمي اللي الطالب يبذل فيه فلوس وقت والمشرف قاعد معاه هذا الانتاج العلمي وهذه السليوشنس اللي موجودة في الورق ان تطلع اللي بيتخز القرار ويتطبق الناس اللي بيتخز القرار يشوف السليوشنس اللي موجود ايه فانا بعتبر بعليش تاني برجع بقول برضو بعتبر ان المعتبر او المنتجة الاقتصادي اللي ممكن يتقامل ايه هتقامل واللي ممكن نعمله مرة اتنين وثلاثة فرصة لان الحاجات اللي موجودة في الدرجة دي تطلع ايه الناس اللي عامل ابحاث مش يعني معلش انا عامل بحث بقية الدكتور هل حسين بقية الدكتور لكن البحث بتاعي اين العائد بتاعه مش انا بزلت فيه مجهود مش فيه وقت مش مش تلفين مش دولة دفعت عليه في الجامعات الحكومية عندنا فيه دعم للأبحاث وبيدفعوا فيس معينة قليلة بس فيه الدولة بتتفع خلوص احنا عانزين بقى الفيديو بتاعنا صحيح فدي مهمة جدا ان الاهزيل ابحاث تزهر وتبدأ تستخدم في ايه في ان احنا نضع سليوشا اللي ينفع معنا مشاكل بتقابل صحيح دكتور حسين انا عايز انزل تحت شوية عايز انزل للمواطن البسيط انا رجل بقى ربي حمان وبقى جيب اكل الدرة بنزل جيب درة فقط كنت رحتش اشتري بتاع فالدنيا غلت فبس اقل الرجل ليه الدنيا يعني ليه غلت بالشكل ده يعني ده دورة يعني مسهلة فعادي يقول لي يا صحيح حاتم احنا عايزين نعرف الاسباب اللي بتعلي السلعة طلعنا بالموضوع منقشة ان السلعة بتاغلى ليه الناس بتبقى متضررة طبعا ان الاسعار بتعلى لكن ما عندهمش اللي بيوصل لهم المعلومة ان السلعة دي غلية ليه هل هو جشع تجار هل هو الاقتصاد العالمي هل هو السلعة دي لازم يبقى كده فهنا عايز اوصل لدور الاعلام في توعية المواطن ويفهموا ان الدنيا مش سهلة العالم كله على صفيح ساخن بالنسبة لاقتصاد والدنيا غلية جدا برا بس احنا لسه وقفين على رجلين ومشين كويس المعلومة دي مش واصلة بشكل كبير ايه اللي نقصنا ان احنا نوصله للشعب هذة النقطة اللي انا عايز اقولها بنستمع دايما نشر الثقافة يعني ينشر الثقافة الاعلام عندنا دي دور مهم جدا في انه ينشر الثقافة اه احنا بنقاء يعني احنا بتواجهنا ازمة علامية لكن في بعض الناس بيعملوا طفاقهم لهذه الازمة بمعنى ايه نفترض مثلا الرز هينقص او هيغلق على سبيل مساء يعني يعني ده مثل ممكن مكونش حقيقي فييجي تجر الرز خبيه اه يقولك ايه طب ده هيغلق فعمل ايه فحطه يخزنوا يخزنوا بس الدولة فيه رقبة كبيرة جدا دلوقتي عمل الازمة يعني عملين ازمة اكتر يمكن كان فيه واحد زميدي بيحكيلي ان في دولة اجنبية دخل يشتري منتج معايد فبس لقى نفس المنتج بسعري يعني بيشتري المنتج ده مثلا بخمسة دولار ونفس المنتج جانه بستة دولار فقال طب ناخد يعني ايه السبب فاخد اللي بخمسة دولار وسأل انتو ليه حطين المنتج بخمسة وبستة الراجل قال له ايه قال له خلي بالك المنتج ده انا شريته زمان قبش ما تلع ما تلع فهو بيتباع بخمسة لان انا باعته ومثبت لها السعر والستة ده لع السعر الجديد دي مش موجودة عندنا هذه الثقافة وبالتالي بتعمل قزمة انا شريته المنتج بخمسة وهيغلط بحطه بقى اركده الوطن بكرا هيغلط طب انا اخليه فهذه النقطة طب الاعلام بقى لازم يبقى فيه يعني لازم فيه دور زي ما احنا قلنا عمل مؤسسي عمل مؤسسي بمعنى ايه ان لازم التجار يعرفوا ان النهاردة انك انت انت جبت السلعة بسعر معين بتبيعوا بالسعر بالسعر نفسه اللي هو اللي انت بتكسب منه وبالتالي هنا القزمة بتبقى زي ما احنا ماشي مش متفاقمة ايه فده نقطة مهمة جدا برضو ده بنكلم على يمكن زي ما حاتم قال المشكلة ان المواطن البسيط اللي بيتفرج على اسادة الاقتصاد وكل الشخصيات اللي ليها باع كبير في الاقتصاد وهي بتتكلم بيقولوله حاجات كتيرة ممكن بالنسبة له تبقى مكالكعة هو مش قادر يفهم ففي النهاية مش بيستوعبها فهو بالنسبة له في النهاية دايما بيربط ما بين انه لا هي مش يعني ازمة اقتصادية عالمية لا ده الحكومة اللي غلت علينا التجار هم اللي جشعين انا عايزة حضرتك توضح الموقف الاقتصادي العالمي للمواطن اللي بيشوفنا بشكل بسيط عشان توصلوا الصورة انه يمكن الناس كتير جدا بتحسدنا ان احنا هنا في مصر ما حسناش قوي بالمشكلة زي دول تانية كتيرة وممكن تكون متقدمة يعني همش حافز الارباق القوي كان بـ 22 او بـ 22 شوية نزل بـ 22 طب ده بينزل وده بيطلع ليه لان هناك ازمة موجودة هذه الازمة الازمة العالمية فدي نقطة مشكلة مهمة جدا ودي اللي احنا يعني دايما بنتكلم عنها الفجوة ايه الفجوة دور العالم ايا كان مش انه بس يحط العلم ولكن ايضا انه هو يحمل ايه يبسط المعلومة صحيح يعني هكذا ما انا باجي اتتكلم النهاردة وانا بتكلم في التلفزيون ما بتكلمش بالموص صلاحات ايوا بتكلم ايه بتكلم على قد بس اوصل المعلومة حضرتك نورتنا وبنشكرك جدا وبتمنى تكون المشاهد استفاد مننا دايما الوقت هو اللي بيكون العائق قدامنا نشكر حضرتك جدا ونورتنا تحية كبيرة لأهلنا في كفر الشيخ وانا ببنى حيات جمعة كفر الشيخ ويعني تحية كبيرة لكل أهلنا هناك شكرا جزيلا شكرا يا فندم كل سانت طيب حياتك بس الحصول مشاهدين طبعا حلقتنا بسرعة خلصت بنتمنى تكون فقراتنا كانت مفيدة وعايزين نقول يا رب يا رب دايما أحرص بلدنا الجميلة وإحنا النهاردة تكلمنا عن موقفنا الاقتصاد كتير مش عايزين نحسد بلدنا يا رب دايما تكون أمورنا الاقتصادية مستقرة ودايما خليكوا فاكرين وزي محاتم دايما بنقول إن بلدنا أجمل بلد في الدنيا استنونا بكرة أسرة جديدة ومصر جميلة ترجمة نانسي قنقر موسيقى